اشتركوا في القناة على خفض معدلات الانتشار للمستويات وقد طمأن الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة عضو الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا أولياء الأمور حول عودة الطلبة للمدارس على أنها ستكون بعد التأكد من تطبيق كافة تدابير الإجراءات الوقائية المطلوبة خلال الأيام الماضية للأسف الشديد شهدنا زيادة مضطردة في أعداد الحالات القائمة وهو ما كنا نحذر منه في مراحل التعامل المختلفة لفيروس الكورونا وبحسب آلية تتبع عثر المخالطين تم رصد العديد من الحالات التي انتقل إليها الفيروس خلال التجمعات والمناسبات تعود أسباب الزيادة في الحالات إلى التجمعات المختلفة والتراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية والشعور بأن الأمور أصبحت طبيعية ونحن كفريق طبي ندعو كافة أفراد المجتمع كلهم في موقعه إلى الابتعاد عن التجمعات خلال الأسبوعين المقبلين تم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم التنسيق لإجراء الفحوصات الطبية لفيروس كورونا كوفيد 19 لجميع أعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية والفنية بالمدارس الحكومية ستستمر هذه الفحوصات وفق جدول زمني محدد بحيث تم الانتهاء منها قبل عودة منتسبي المدارس إلى مواقع عملها نود طمأنة أولياء الأمور بأن عودة الطلب للمدارس ستكون بعد التأكد من تطبيق كافة التدابير الاحترازية من أجلهم للتأكد من أنهم في أمان